اهلا بكم من جديد في الايام الاخيرة تحدثت وسائل الاعلام في جميع العالم كثيرا عن اوضاع اللاجئين في برلين المتجامعين امام مكتب شؤون الصحية والاجتماعية وهو سلطة خاص لتسجيل اللاجئين فمع بدء فصل شتاء في المانيا وانتظار مئات او الاف اللاجئين يوميا امام هذا المكتب يزداد الوضع سوءا نحن في المانيا نناقش بشكل مكثب جدا تداعيات فصل شتاء على اللاجئين لكن حتى الان قال من كانت للاجئين انفسهم كلمة في هذه النقاشات لهذا السبب اريد من امام مكتب الشؤون الصحية والاجتماعية في برلين ان اعرف الاسئلة التي تشغل اللاجئين لكي انقولها الى قادة سياسيين المان ومن خلال ذلك اعملوا في ان يصبح للاجئين صوت مسموع نحن قبل لما كانت الانظمة العربية اكي ضالما هي انظمة العربية ضالما ولكن كنا نعيشه وناكله ونشربه ونامه ونتزوجه ونجيبه صغار وكنا ساعدين يعني انا كنت سعيد في ليبيا انا مواطن عادي جدا جدا ما عبدتك انه تحسن بالمستقبل في الماني بنسبة الوضع هنا انا بنتحسن في بلدي بنبيرجع بلدي زي ما كانت انا ليبي السؤال هو علش يعني الدعم بالناتو دمرته لبلادنا هلا اول شي خليني انا اخد الاقامة بعد اما مفكر خليني اخد الموعد المحكمة بس او الرقم اللي انا سجلت عليه انه صار لي هلا اكتر من عشرين يوم سجل عليه نتمنى نكون اصدقاء واخوة على هالأرض نحن عندكم الضيوف نحترمكم تحترمونا ساعدونا اكتر ونحن رح نساعدكم ونكون معاكم من مكتب أشعون سحية والإجتماعية أعود إلى قسمة حرير حيثو أجري لقاء مع وفقان بوزبخ وهو سيال سيباريز في حزب الاتحاد الدموقراتي المسيحي مكتب أشعور وأشعور أنكم عن سجل وفقانة وتعالى إسلام مما يتنون ذو سورة أن تخلص داخل التعاقام في اللاحن لذلك هناك تحتة الرغم الثورة مما تحت، ولذلك هي الرغم الآن التي تحتت نفس المسيح التي تحت 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 تلك سورة وإن رغم الثورة كمانة صغير على بعض المسيحات من المسيحات الأسانية ليس كنت تعالى عن استعالي أنتخلص نخcloud النظر العقب الثورة وما يبعوا يدر من الأحيان من قتيارة التالونية أو البدرين مذكورة؟ در الجزء من التى نتيج إلى شهر في التماث الماضي. نظر إليه كن وجه البدراني سماو كن كيف هي أن تريد الأعيانات التالي؟ تقول قاتل الآن ليست أكثر من الأحيانات التالية الأولوجية، وفضط من الواحدة تعقابة ترمينا نفس الجزء من الأحيانة وفضط برناة تعود، أو أنفس الناس كمارة للسعارة كما كنا، كما كما يسمى الديوية، Aber unser politisches Gewicht in Europa, in der Welt, werden wir noch stärker in die Waagschande legen müssen, um die Gründe zu beseitigen, aus denen die Menschen ihre Heimat verlassen. Jedenfalls die meisten wären doch gerne in ihrer Heimat geblieben. Aber wenn die Heimat zerbombt ist, wenn sie die Hoffnung aufgeben, dass sie ihre Heimat jemals wieder so vorfinden, wie sie sie verlassen haben, dann werden sich immer mehr Menschen in Richtung Europa auf den Weg machen. يختلف السياسيون الألمان حول كيفية مواجهة تحديات أزمة اللاجئين البعض يطالب بإقامة ما يعرف بمناطق العبور لكن لا أحد لديه حلول وأن مسمم على سؤال السياسيين نيابة عن اللاجئين هذا كل شيء إلى الآن إلى اللقاء قريبا إن شاء الله